مجلس النواب ومساعدة وزير خارجي شؤون الشرق الأدنى بالولايات المتحدة الأمريكية كان من أهم النقاط التي تم الحديث فيها في هذا الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية كان من أهمها يمكن الملف الاقتصادي والحركة الاستثمارية المتبادلة واتفاقية التجارة الحرة وعودة النشاط السياحي والتي طبعا استدعى معا إيجاد تسهيلات عبر الإعفاء عن الحصول المسبق عن تأشيرة الدخول للولايات المتحدة خاصة للمستثمرين والتجار والطلبة البحرينيين وأكدت معاليها أن هذا الموضوع راح يخدم بشكل كبير العمل المشترك بين البلدين أيضا أكدت معاليها على أن السلطة التشريعية في البحرين تحرص على توفير البنية القانونية المحفزة ودعم التوجهات المشتركة لتنمية التعاون الاستثماري بين البحرين والولايات المتحدة وأكدت أن إطلاق منطقة التجارة الأمريكية في البحرين مؤخرا يعني يعتبر تتويج المذكرات التفاهم اللي أبرمت بين البلدين في العام الماضي وأكيد تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية أيضا من النقاط اللي تم نقاش فيها بينت معاليها أيضا موقف البحرين من الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية وأكدت تبني المملكة للخيارات الدبلوناسية وتغليب لغة الحوار واتباع النهج القائم على إيجاد حلول سياسية تجنب الدول والشعوب آثار النزاعات وتحقق السلم والاستقرار والأمل لكافة الأطراف كان يمكن هذه أهم النقاط اللي تم التركيز عليها في اللقاء من واشنطن سعادة النائب محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك